بشرى لكل مظلوم لكل من أبكاك ظلماً سيهلكه الله في ساعته بست كلمات فقط خاصة أننا في فترة للإستجابة الأدعية وكذلك فترة لمن خلال تكون أبواب السماء مفتوحة فترة شعبان وكذلك دخولنا أو لا استقبالنا للشهر الفضل شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله اغتنمي هذه الفرصة واغتنم هذه الفرصة لتأخذ حقك من كل ظالم بدون شعودة بدون شرك ولكن بست كلمات سترى عجباً بإذن الله وقبل ما نقدم لكم الوصفة من قناة حلويات أم عبد المغيت سأدعوكم إذا كنتم لم تشاركوا في القناة أنكم توركوا على الزر دي سبسكرايب أو للشراك كذلك تفعيل زر الجرس بجوش أدينات أو جوش ريح تديرو توت نوتيفكاسيون لنوتيفكاسيون توت باش توصلوا جديد الفيديوهات ديال الوصفات المجربة في شتى المجالات وقبل من هادشي كامل نبغي نحكي لكم إحدى القصص لي توارتوها المؤرخين كذلك توارتوها السلف كان رجل كبير في السن وأكيد دائماً الناس اللي سيكونوا كبرين في السن سيكونوا تعكزوا على العصاء ديالهم فإذا به الرجل دياله في واحد النهار سقطت في حفرة وبالتالي هذيك العصاء دياله تحت في هذيك الحفرة وتخوى الماء على إحدى الفتيات الجميلات اللي كانت غادة هي والزوج ديالها وصغارين أكيد احنا عارفين هذيك ردات الفعل اللي تتكون من الزوج تجاه هذك العجوز دفعوه فإذا به سقط في الحفرة ديال الماء مرة أخرى هو والعصاء دياله ما بقتش غير العصاء بحليطة لفي هذيك الحفرة ديال الماء من صرف الزوج إلى المنزل أو لا إلى البيت دياله حتى وقع ما وقع سقط الزوج على رأسه فإذا به الزوجة تذهب إلى القاضي وتشتكي له أو لا تشكي من الكلمات اللي قالها هذي الرجل العجوز واللي تمتم بها واللي وقع ما وقع لزوجها فإذا به من اللي سوله هذي الرجل العجوز قال له أشنو قلتي؟ قال له يا رب أريتني قدرته علي فأرني قدرتك علي فانتقم يا الله منه هذي الكلمات اللي أكيد خصنا دائما 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 نكونوا حفظينهم وكذلك نكونوا على علم وعلى يقين بأن الله عز وجل أفضل وأحسن اللي تياخد لنا الحق أديانا فحداري فحداري يا ظالم أن تتحدى الله عز وجل بحيث أنه قال في عدة أحاديث قدسية وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين سيرى الظالم وخمة عمله بإذن الله تعالى فلكل مظلوم وجه لك رسالة توجه إلى الله عز وجل واستصرى عجبا بإذن الله دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان فاجرا وفجره على نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كذلك جل وعلا في حديثه القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أكيد كنا عرفنا هذا الحديث بحيث أن عين المظلوم تنام ولكن عين ظالم تنام ولكن عين مظلوم لا تنام دائما يستغيث بربه ويرفع ظلمه إلى ربه وشكواه إلى ربه فبشر لكل مظلوم قل هذا الدعاء وأكيد بإذن الله تعالى سترى عجبا في كل ظالم متجبر وكذلك في كل ظالم طاغ بإذن الله تعالى وسيكشف لك الله وسيرجع لك حقك بإذنه غريب بالنسبة لهذه الوصفة دائما كنوا على طهرة واندروها مع صلاة الفجر أو لها الدعاء بعد ركعتين قبل صلاة الفجر بإذن الله تعالى سترى عجبا في كل ظالم طاغ فبشر لك يا مظلوم